بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله من الذي يحيي ويميت أنا أود أن أتأمل معكم هذه اللمحة البيانية الرائعة لندرك عظمة هذا الكتاب العظيم لأنك إذا لم تدرك عظمة الشيء لا يمكن أن تحبه فكلما تعمقت في هذا القرآن وأدركت أسراره وإعجازه زادت محبتك لهذا الكتاب وزاد تعلقك بكلام الله تبارك وتعالى قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين استعمل كلمة هو مع الهداية فهو يهدين ومع الطعام والشراب وهو يطعمني وكذلك استخدم كلمة هو مع الشفاء فهو يشفين للتأكيد على أن الله هو من يطعم ويسقي ويشفي ويهدي فكلمة هو هي أداة للتأكيد هنا يريد أن يؤكد لم يقل يشفين قال هو يشفي ولكن عندما جاء الحديث عن الحياة والموت ماذا قال تبارك وتعالى والذي يميتني ثم يحين لأن الناس قد يختلفون في موضوع الشفاء قد يقول قائل إن الطبيب هو الذي شفاك أو الدواء الفلاني والطعام قد يقول لك لولا فلان لم تأكل ولم تشرب وهكذا ولكن لا أحد يستطيع أن يقول لك أنت تموت لأن فلان أراد ذلك أو تعيش لأن فلان أراد ذلك ذلك هنا لدعي للتأكيد فقال مباشرة والذي يميتني ثم يحين لم يقل والذي هو يميتني لدعي للتأكيد هنا لماذا؟ لأن الشفاء يحتاج إلى تأكيد كثير من الناس يعتقدون أن الطبيب هو يشفي أو لولا هذا الدواء لا يمكن الشفاء يعني هذه قضية جدلية أما الموت لا أحد يشك بأن الله هو الذي يميت الناس حتى الملحدين لا يدعون أن شخصا هو الذي يحي ويميت يردون ذلك إلى الطبيعة سبحان الله لذلك لو كان القرآن من تأليف محمد أو كتبه الناس بعد وفاة محمد أو حرفوه من السهل أن يأتي من يضيف كلمة هو هنا يعني الذي هو يطعمني ويسقين هو يشفين هو كذا هو كذا ولكن عند الحديث عن الموت لم يستخدم هو كأداة تأكيد قال والذي يميتني ثم يحين إن هذا يشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر